تختلف حالات اللجوء للإجهاد باختلاف الوضعية للشماعية الصحية والنفسية للمرأة جمعية المجتمع المدني العاملة في المجال تستقبل نساء تشكلنا نماذج لشتى هذه الحالات توجهنا لمركزي النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف في الرباط وصدفنا في هذا المركز حالة سيدة أجهدت بالقوة من قبل حماتها التي لم تكن ترغب في حملها فضغطت عليها لتستعمل أعشابا أفقدتها جنينها صف بلي جاءت وقع لي هاداك الشيء جاءتني نازيف وبقيت ثلث صباح من العشر التعليل ثلث ربعتها الصباح تحبس مني النازيف من اللي حبس مني مداتنيش للطبيب ومشي لاتليش الدوع بقيت ثلث من يتعليل عدد دوني للطبيب عدد دوني للطبيب من دوني للطبيب السيد سليمان ما بغوش يقبلوني قالوا يد ما أقدر سموت لنا هنا ما أقدرش نشد ودوني للقناة من دوني للقناة إجهدت انتلاق المشاورات حول تقنين الإجهاد يفرد تناول الموضوع من جوانبه الطبية الدينية والقانونية الظاهرة الآن موضوع نقاش وطني وموضوع نقاش جمعوي أيضا موضوعا تلخص الجمعية رأيها فيه باعتبار الإجهاد يدخل في إطار حقوق وحرية النساء وللمرأة وحدها حق أخذ القرار فيه وتطالب الجمعية أيضا برفع تجريم الإجهاد الطبي بتقنينه وتجريم الإجهاد السري هي عندها حرية القرار في الحمل لها في عدد الأطفال في التباعد ما بين طفل وطفل اللي يجي مراه ثم هي المسؤولة على قرارها هي اللي يختار القانون الجنائي بالنسبة لي قانون لا دستوري يعني ما خصو يتلقى بعدها مع الدستور ويتلقى مع مدونة الأسرة مركز النجدة التابع لاتحاد العمل النسائي استقبل خلال سنة 2014 أكثر من خمسين حالة اقتصاب نتج عنه حمل بعد هذه الحالات انتهى بالإجهاد من جهة أخرى قد يكون الإجهاد سريا برد الشريكين أو الزوجين وقد يكون سريا واضطراريا في الوقت نفسه سواء تحت ضغط الشريك زوجا كان أو مقتصبا أو بضغط من المحيط